السرطان مرض أرق دول العالم ليس فقط لصعوبة علاجه بل لآثاره النفسية والاقتصادية الباهظة الثمن على المريض وأسرته والمجتمع وفي بلد يعاني مأساة الحرب وتراجع القطاع الصحي ولتجاوز هذه المعاناة وانطلاقا من مبدأ الناس للناس جاءت دفعة الأمل الثانية الذي تم التحضير لها منذ انتهاء برنامج دفعة الأمل الأولى لمرضى سرطان الغدة الضرقية للعلاج بليود المشعة تأتي دفعة الأمل الثانية للمرضى المصابين بسرطان الغدة الضرقية من الفئات الأشد احتياجا من اليمنيين ضمن منحة طبية شاملة من مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والعودة بعد تلقي العلاج بليود المشعة والمسح الدري المؤسسة في القاهرة استقبلت دفعة الأمل اثنين في مبنى المؤسسة الجديد المكون من ستة أدوار والذي سيلبي الاحتياجات للمرضى في المستقبل حيث جاء مشروع علاج مرضى سرطان الغدة الضرقية بليود المشعة وتم تجهيزه نتيجة عدم وجود هذه الخدمة في اليمن بالإضافة إلى منع دخول أدوية الطب النووي إلى اليمن بسبب الأوضاع الغير مستقرة فيها والتي بدخول هذه الأدوية سيتمكن المرضى من التداوي داخل الوطن دون الحاجة للسفر إلى الخارج استمرارا لمحاربة هذا المرض الفتاك والذي يهدد الكثير ممن يعانون منه على مختلف الأعمار يتم التنسيق بين مؤسسة اليمن في مصر مع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في اليمن للتعاون من أجل تقديم خدمة أفضل لمرضى سرطان الغدة الضرقية الأشد احتياجا واستكمال إجراءات سفرهم إلى مصر لتلقي العلاج بالإضافة إلى تسهيل رحلاتهم وأجواء سفرهم